السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الدبلوم التعليم التجاري جدرات مهنة التأمينات في وحدة حفظ ومتابعة وصائق التأمين يدويا وطبعا زي ما احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت وقلنا ان وحدة حفظ ومتابعة وصائق التأمين يدويا هم مخرجين المخرج الاولاني بيكلم عني زي ما احفظ المستندات بتاعتي طب المخرج التاني بيزاي ان انا اتابع عملية سداد الاكساد واحنا اخدنا في الحلقات اللي فاتت ازاي ان انا اتابع اللي هو كست التأمين وان انا اتابع الاكساد للعملات هنا وكلمنا عن مراحل اصدار الوصيقة وقلنا ان مراحل اصدار الوصيقة هم 3 مراحل ايه هم الثلاث مراحل اصدار الوصيقة لو انتوا فاكرين قلنا اول حاجة تقديم طلب التأمين هو في البداية خالص في بداية ان انا لازم اقدم طلب التأمين ان انا عاوز ان انا اعمل حماية تأمينية دي اول حاجة طب تاني حاجة المعاينة لازم ان انا اعمل معاينة اللي هي شركة التأمين تعمل معاينة معاينة على ايه لو حصل عشان للمنطقة اللي انا هعمل فيها حماية تأمينية طيب او في الخطر اللي انا هعمل طب بعد ما اعمل هنا المعاينة الخطوة التالتة او المرحلة التالتة اللي هو الاشهار او الوصيقة تقديم الوصيقة دي المراحل وبعد كده اخدنا ايه اخدنا اللي هو طرق سداد الاكسيد وطرق سداد الاكسيد قلنا ان هو ان انا ممكن اسدد الاكسيد عن طريق الفيزا عن طريق نقدر عن طريق فوري ان انا ادفع فوري عن طريق الشيكات دي كله السداد طب هنا العميل المفروض ان هو بيسدد في الموعد انا الموعد بتاعي بيبقى متحدد في الوصيقة ان انا بحق بدفع الكست مثلا كل شهر في اول الشهر مثلا او كل شهرية على حسب ما هو متحدد في الوصيقة طب هنا لو افرد مثلا ان العميل ده هو تأخر عن السداد تأخر عن ايه عن السداد طب انا هعمل ايه اما ان هو العميل ده بيتأخر عن السداد لازم ان انا اتابع اتابع سداد الاكسيد طب هتابعه ان انا اعرف العميل اللي دفع اللي عميل ما دفعش اللي هو تأخر عن السداد واعرف ليه هو تأخر عن السداد هل هو محتاج ان انا اغيره طريقة السداد مثلا هو طريقة استداد ان هو كان بيدفع نقدر هو عاوز مثلا ان هو يدفع فور ما فيش مشكلة ان ممكن ان انا اغير طريقة استداد عشان ان انا ايه ان هو يدفع العميل لازم ان انا انبه العميل ان هنا وقت استداد هو بدأ المفروض ان انت تسدد الوصيبك لازم ان انا انبه للعميل ممكن العميل ما يكونش واخد باله ان وقت استداد هو موجود طب لو احنا جينا مع بعض ونشوف هو اللي هو تأخير سداد الأكساد ايه هي تأخير المؤمن له عن سداد الأكساد اللي احنا شفناه في موعد يجب على شركة مراجعة عملية دفع الأكساد ووضع نظام للتحصيل ايضا ينبغي الانتباه الى وضع موعد معين للتحصيل وبنود وشروط وايضا اجراءات يجب اتباعها عند تأخر العميل عن سداد الأكساد في موعدها يبقى انا لازم احط بنود وشروط وايضا اجراءات ان انا لازم اتباعها عند تأخر العميل عن سداد الأكساد ايه هي الاجراءات الواجب اتباعها في حالة تأخر العميل عن سداد الأكساد في موعدها اول حاجة ارسال تنبيهات ان انا بنبهه ان هنا وقت سداد الأكساد في حالة تأخر العميل عن سداد القسط في موعده يمكن للشركة تنبيه العميل باحدة الطرق التالية ارسل رسالة بريدي او ارسل رسالة بريد إلكتروني عبر الإيميل او عبره او على الواتساب الاتصال بالعميل هاتفي ارسل خطاب رسمي للعميل يبه هنا لو العميل تأخر عن السادات ياما ارسله رسالة على البريد او على الواتساب ياما ارسل او ارسل بيه بالعميل هاتفيا او ارسل خطاب رسمي للعميل او اتخاذ اجراء قانون تاني حاجة كبول اكثر من طريقه للدفع قد ليرغب بعض العملاء في الدفع في الوقت المحدد لان ظروفهم لا تسمح بذلك وربما لديهم مصاعب بشأن السيولة النجدية يمكن بسهولة حل مشكلة هذه بعرض خطط دفع بديلة ومنها على سبيل المثال تقسيم الفاتورة الضخمة الى ثلاثة او اربع اقسي يبه هنا في تأخر للعميل العميل لو هو تأخر عن السادات ايه هي الخطوات اللي انا ابدأ ان انا اشتغل عليها كشركة تأمين اول حاجة لازم ان انا انبه العميل ان انا بنبه العميل ياما انبهه ياما ابعت له بريد الكتروني او ابعت له رسالة على البريد او على الواتساب ياما اتصل به تليفون ياما لو انا ما اتصلتش به التليفون ياما اعمل اجراء قانوني اجراء قانوني ان انت ما عملتش ده او ما دفعتش الاكسيد ممكن ان انا اعمل الاجراء القانوني قبل ما اعمل الوثيقة لازم احط بنود والشروط على تأخر العميل او تأخر سداد الاكساد للعميل علشان لو هو تأخر عن السداد لازم يدفع هنا قسط اضافي او نسبة اضافية على التأخير طيب يبقى هنا لازم ان انا انبه العميل باتصال تليفوني او ان انا ابعت له خطاب موصلي او ان انا ابعت له بريد الالكتروني او على رسالة على البريد الالكتروني او على الواتساب لو انا نبهت او ممكن ان انا اختار له اي طريقة من الطرق ممكن هو ما يكونش عنده سيولة ممكن عاوز يعمل يبعت شيكات او ممكن عاوز ان هو يقصط ان هو مبلغ كبير جدا فهو عاوز يقصط القسط ده على دفعات ما فيش مشكلة على الحسب هو العميل كان عاوز ايه اقدر ان انا اساعده دي بالنسبة لو العميل ايه تأخر عن السباب طب تاني حاجة النقطة اللي بعد كده ايه اسباب طلب العميل نسخة من الوثيقة ممكن العميل يطلب نسخة من الوثيقة وثيقة التأمين طبعا هنا الوثيقة زي هي بتطلع نسخة واحدة بس في بداية التأمين مقدرش ان انا اطلع وثيقة تاني طب انا بطلع ايه ممكن اطلع نسخة اضافية او نسخة تبك الأصل للوثيقة انا مش بعمل وثيقة جديدة انا بعمل هنا نسخة صورة تبك الأصل ليه انا بعمل هنا دي يا اما لو حصل اللي هو خسارة او حصل خطر ده لازم أن أنا أعمله صورة تبك الأصل للوثيقة عشان يقدر أن هو ياخد التعويض بتاعه يأمن الوثيقة دي دهت بالنسبة له ضاعت فبالنسبة له هو عاوز صورة تبك الأصل للوثيقة تعالوا مع بعض نشوف إيه أسباب طلب العميل النسخة من الوثيقة هنا مبتعيا لا يمكن استخراج أصل جديد من وثيقة التعميل ولكن في بعض الحالات يمكن استخراج بدل فائد أو صورة تبك الأصل من الوثيقة في الحالات الأتي فجدان العميل لأصل الوثيقة لأي سبب من الأسباب أنه فقد الوثيقة ضاعت بالنسبة له تاني حاجة حدوث الحادث المؤمن ضده وفي هذه الحالة يستخرج صورة تبك الأصل لقسم التعويضات الاتخاذ اللازم وفي هذا الأمر يمتج بعض الالتزامات على المؤمن له يبقى هنا ليه أسباب طلب العميل لنسخة من وثيقة التأمين زي ما احنا اتفقنا أن وثيقة التأمين هي بتطلع مرة واحدة بس لا يوجوز استخراج وثيقة تاني طب هيطلع ليه وثيقة تانية أو هستخرج وثيقة تانية أنا مش بستخرج وثيقة أنا بعمل صورة تبك الأصل نتيجة لإيه؟ أو إيه الأسباب اللي العميل بيطلب وثيقة تانية أول حاجة أنه هو فقد الوثيقة الوثيقة ضاعت بالنسبة له فهو ممكن ياخد صورة تبكي الأصل مش بطلع صورة إيه مش بطلع وصيقة أصلية لا أنا بطلع صورة تبكي الأصل يأما أنه هو الحادث حصل خطر الخطر ده حدث فلازم أنه هو يطلع صورة تبكي الأصل علشان التعويضات ولازم أن المؤمن له عنده التزامات لازم يقوم بيها الالتزامات اللي هو بيقوم بيها أن المؤمن له لازم يبقى عنده التزامات يقوم بيها أثناء حدوث الحادث ده طب ايه الالتزامات؟ الالتزامات اول حاجة لازم انا ابلغ الشرطة تاني حاجة لازم ابلغ شركة التأمين تالت حاجة لازم ابلغ شركة التأمين بالمحدة برقم المحدة اللي انا اعملته واخر حاجة لازم لو في اي مستحقات او اي حاجة لازم اكون معايا او لو حصل حادث للممتلكات لازم انا احافظ على الجزء المتباكي اللي هو ما حصلش فيه خسارة ولازم انا احتفظ بالمستندات الموجودة لو ايه لو حصل خسارة لازم انا احتفظ بالجزء ده يبقى هنا تعالوا بعض نشوف الجزء البعض كده اللي هي الالتزامات المؤمن له في حالة وقوع حادث زي ما احنا قلنا لالتزامات ان انا لازم انا اخطر الشركة فورا بالحادث بقدر الامكان وفي خلال مدة معقولة او وفق لما هو محدد بالوصيق وتعزيز ذلك كتابة وان يسمح الممثل الشركة باجراء المعاينة اللازمة يبقى انت لازم ان انت اول ما يحصل حادث لازم ان انت تبلغ شركة التأمين ولازم ان انت عشان تبلغ شركة التأمين لازم تكون محدد في الوصيق الوقت المناسب ليه علشان ان انت تسمح للممثل الشركة باجراء المعاينة اللازمة تاني حاجة اختار الشرطة فورا بقدر الامكان وفي خلال مدة معقولة او وفقا لما هو محدد بالوصيق تالت حاجة ان يقوم خلال 15 يوم او اي مدة اطول تمنحها له الشركة من تاريخ وقوع الحادث على نفاقته الخاصة بموفاية الشركة بما يلي لازم هنا الشركة اطيله 15 يوم او اي مدة ان الشركة تمنحه ان هنا في تاريخ وقوع الحادث على نفاقته الخاصة بموفاية الشركة ايه بقى اول حاجة كشفا مفصلا بمحتويات المكان موضوع التأمين قبل الحادث وقيمته مؤيدة بالمستندات لازم يدي محتويات المكان موضوع التأمين قبل الحادث ولازم تكون مؤيدة بالمستندات مشكلة وخلاص كشف منفصلا او دقيقا مفصلا ودقيقا بالخساء او الاضرار التي نشأت عن الحادث وقيمته وقت الحادث مؤيدة بالفواتين والمستندات دون اضافة اي ربح بيان مفصلا لجميع التأمينات الاخرى التي تكون قد ابرمت على الاشياء موضوع التأمين بمعرفته او بمعرفة المستفيد لو في اي تأمينات تاني لازم ان شركة التأمين تبع عارف يبقى هنا زي ما احنا قلنا اللي هي التزامات المؤمن له عند وقوع الحادث واتفقنا ان لازم يبلغ شركة التأمين بوقوع الحادث فورا على طول ولازم يسمح المؤمن له لشركة التأمين ان هي تعمل معاينة عن الحادث المعاينة دي من اللي بيعملها هي شركة التأمين بيبقى فيه موظف مختص يعمل معاينة بيشوف الحادث ده هو سببه ايه تاني حاجة لازم يبلغ شرطة بوقوع الحادث تالت حاجة اللي لازم هنا بيبلغ او يبعث للشركة كشوف مفصلة بكل حاجة قبل وقوع الحادث بيبعث هنا كشف مفصل بكل البيانات الخاصة قبل وقوع الحادث وبعد وقوع الحادث وما يضفش هنا الارباح بالنسبان طب الجزء اللي بعد كده هناخد ايه هي القواعد المنظمة لحفظ المستندات والملفات هنا عند حفظ الاوراق في الملفات ينبغي على مسؤول الحفظ بالشركة او المنشأة اتباع الاجراءات التالية هنا لازم اعرف ايه هي القواعد المنظمة لحفظ المستندات والملفات هنا لازم ان انت قبل ما تحفظ الاوراق في الملفات ينبغي على المسؤول الحفظ بالشركة اتباع الاجراءات ايه هي الاجراءات دي بقى اول حاجة تركيم الاوراق الممزقة ان وجدت لو في ورق مقطع لازم انت ترقم هنرقم الاوراق تاني حاجة بتخريم الاوراق وذلك بطي الوراق من المنتصف وتماما لتحديد مكان التخرين يبقى هنا لازم انت اول حاجة ان انت بترقم الوراق وبعد كده ان انت بتخرم الوراق بتاعه هنا تهزيب الاوراق او طي الزائد منها عن حفة الملف العليا او السفلة ترتيب الاوراق طبعا لرموزها او تواريخها ان انا برتب الاوراق طبع الرموز او التواريخ اداء الاوراق بالملفات ان انا بحط الاوراق في الملفات هنا برقم الاوراق بالرقم التسلسلة باليد او بالرقاب هنا اثبات الاوراق في قائمة محتويات الملف والتي تثبت بغلاف الملف الداخلي يبين الاوراق القائمة لازم اثبت الاوراق في قائمة محتويات الملف والتي تثبت بغلاف الملف الداخلي هنا اجراء المراجعة اللازمة للتأكد من سلامة الحفظ لازم انا اعمل مراجعة هبدأ ان انا احفظ الملفات في الاوعية وان كانت الارفف او ادراج او الدوليب لازم احفظ الملفات دي في الاوعية وان كانت دي موجودة فين في الارفف او ادراج او الدوليب يبقى انا كده عرفنا ايه الاجراءات ان انا بحفظ فيه الملف لازم اول حاجة في حفظ الملف ان انت بتركم الاوريب او بتبدأ ان انت ترتبهم بتسلسلهم ولو هنا في الملف بتاعي أو الورق بتاعي فيه متمزق لازم أنا أبدأ أن أرقمه وأبدأ أن أصلح فيه ممزق ده طيب، افرد مثلاً أن الورقة دي كبيرة عن الورقة التانية أبدأ أن أنا أتني أسويه مع الورقة أو المستندات الموجودة في الملف أبدأ أن أنا أخرم المستند بتاعي طب أنا أخرمه إزاي؟ لو أنا الورقة دي بالنسبة لي ها هو لو انا عملتها كده عشان ابدأ ان انا اخرم الورق فانا بابدأ ان انا اتنيها كده زي ما احنا اتنينا كده وابدأ احط هنا خلاص انا عرفت هوا بين النصين النصين هم هابدأ ان انا احط الخرامة عشان هابدأ ان انا اخرم الورق بتاعي فدي اسمها ان انا بطوي الورق عشان اقدر ان انا اعمل اخرم الورق بتاعي او المستند بتاعي عشان اقدر احطه في الملف بتاعي فلازم أن أنا بتنيه كده وأعمله في النص وأبدأ أن أنا أدخل الخرامة علشان أبدأ أن أنا أخرم في المستندات بتاني طب بعد كده بعد ما أنا عملت اللي هو أن أنا خرمت الورق وحطيته في الملفات لازم أن أنا أتأكد لو الورق ده كبير عن والمستند فيه ورقة كبيرة عن المستندات التانية أبدأ أن أنا أطويها أو أتنيها علشان تبقى متساوية مع زي المستندات الموجودة لازم أن أنا أرتبهم على حسب التواريخ أو على حسب الحروف على حسب أنت قلت هترتبهم إزاي بعد ما أنت رتبتهم لازم أنت تعمل مراجعة لازم تعمل مراجعة على الأجزاء اللي أنت حطيتها فيها تراجع المستندات بالترتيب بتاعهم ممكن تعملوا بالتواريخ أن أنا هبدأ من يناير لحد ديسمبر هبدأ حط المستندات بالتواريخ بتاعتي ولازم أنت تعمل مراجعة وبعد كده بعد ما خلصت وحطيته في الملف ابدأ حطه شوفه هتحطه في الرف ولا في الدولاب على حسب المكان المتخصص فيه ده اللي هو حفظ المستندات أو حفظ الورق الخاص به بعد كده ناخد إيه هي إجراءات الأمن والسلامة وحفظ الأرشيف التعريف بتاعه اللي هو مجموعة من التدابير التي يتم اتخذها وفق المواصفات الكياسية لتفادي وقوع أي أضرار على المواد الأرشيفية المحفوظة بالأرشيف أو فجدينة ده تعريفة أن أنا بحافظ على المستندات بتاعي طب هدف أو بيهدف الإجراء إلى إيه؟ أول حاجة أن أنا بيحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة في مواقع حفظ الأرشيف أنه بيحقق لي مستوى الأمان والسلامة في مواقع حفظ الأرشيف هنا بيوفر لي البيئة المناسبة للحفاظ على المواد الأرشيفية المحفوظة هنا أنا بيحافظ على أنه بيوفر لي البيئة المناسبة عشان رد أن أنا أحفظ على المستندات الموجودة في الأرشيف هنا التخطيط للاستعداد لمواجهة الكوارث والاسترجاع بعد وقعها يبقى هنا ممكن أن أعمل تخطيط للاستعداد للمواجهة الكوارث والاسترجاع أن أرجع بعد وقعها هنا المواصفات المناسبة في مباني وقعات الأرشيف إيه المواصفات المناسبة؟ أول حاجة اختيار الموكع المناسب أن أنا بختار الموكع المناسب ليه عشان أقدر أن أحفظ فيه المستندات تاني حاجة تصميم المخازن ومواقع تخزين الأرشيف حسب مواصفات الأمن والسلامة وتفادي استخدام المواد الضر والخطيرة فيها مثل الكهرباء وقناوات المياه لازم أن أصمم مخازن ومواقع تخزين الأرشيف حسب مواصفات الأمن والسلامة عشان أقدر أن أتفادى استخدام المواد الضر والخطيرة اللي هي زي الكهرباء وقناوات المياه ثالث حاجة اللي هو تأمين المداخل والمخارج اللي هي الأبواب والحراسة لن أقدر أن أأمن المكان في الأبواب والحراسة اختيار وتركيب التجهيزات المناسبة لتصفيف الأرشيف اللي هو رفف حديدية لأن أنا أعمل رفف إيه؟ حديدية أن أنا بوفر المناخ المناسب اللي هي الدرجات الحرارة ونسبة الرتوبة لازم أبقى فيه توفير مناخ مناسب لأن هي درجة الحرارة يكون مناسبة ونسبة الرتوبة ما يكونش عالية بالنسبة لها هنا تركيب نظام تكييف هوائي أن أنا بركب نظام تكييف هوائي في الغرفة موجودة لشان أقدر أن أنا بحافظ على المستندات الموجودة عندي توفير فتحات للتهوية الطبيعية للمخازن عند الحاجة لازم يبقى عندي فتحات للتهوية الطبيعية للمخازن عند الحاجة أوفر أو توفير نظام الكشف المبكر عن الحريق ونظام الإطفاء التلقائي للنار لازم يبقى عندي نظام الكشف المبكر الكشف المبكر ده يبقى فيه نظام معين كده بيتخصص علشان لو حصل أي حريق أبدأ أن هو بيبدأ أن هو يفتح الفتحات بتاعته عشان يطفي الحريق أو أنه هو يكتشف به الحريق لو أنتم موجودين في مصانع أو فيه أو في الفنادة أو في أي مصلحة حكومية لو سمعتوا جرس جرس كده يبقى بيحصل إيه؟ أنه بيقولك أن فيه حريق مثلا هيحصل أو فيه دخان فبتسمع صوت الصفارة كده فده بينبهك على أن فيه حريق هيحصل فلازم أنه أنت كل شوية بتتأكد أن النظام أو بتكشف على النظام اللي هو الخاص بالكشف المبكر على الحريق لازم أنت تتأكد أنه هو شغال وكل شوية لازم أنت تشوفه أنه هو صالح يقدر أنه نشتغل عليه ولا لأ عشان لو حصل أي حريق أبدأ أنه يحذرني أو يقولي أنه فيه حريق أو فيه دخان طالع في المكان الفلان أقدر أنه أستخدمه أو أنه أقدر أنه ألحق الحريق قبل ما هو يحصل حريق طب النقطة اللي بعد كده اللي هو التخطيط وتنفيذ عملية المراقبة الدورية لازم أنه زي ما احنا قلنا أنه لازم أنه أخطط ورائب أنا مش بحط المستندات دي المستندات دي مهمة جدا لازم أنه أكون أمن عليها ولازم كل شوية أن أنا بتابعها وبراجع عليه المستندات الموجودة في حجرة اللي هي الأرشفة زي هنا هو ما بيقولك أنه هو التخطيط وتنفيذ عملية المراقبة الدورية لمعدات وأجهزة الحفظ والأمن والسلامة في مواقع الأرشفة لازم لنا أتبع وراجع اللي هم الأمن الخاص بي وأبدأ أشوف اللي هنا النظام بتاعي شغال ولا لا النقطة اللي بعد كده وضع نظام مكافحة الحشرات والكوارز لازم خلي بالكم أنه أنا عندي المستندات دي لازم أنه أنا أشوف أشوف النظام للحشرات علشان ممكن الحشرات دي أو الحيوانات دي ممكن تاكل المستندات فلازم يكون عندي نظام أو وضع نظام خاص لأنه أنا بمكافحة اللي هو الحشرات والكوارز والتنظيف الدوري للمخازن أنه أنا لازم أنه أننظف المخازن أو الأرشفة ده لازم أنه أننظفه على طول لأنه هنا المستندات دي مهمة جدا زي ما احنا اتفقنا النقطة اللي بعد كده طبعا زي ما احنا قلنا هو أنه أنا بعمل الأرشفة بتاعتي لازم أنه أنا أحافظ عليه ولازم أحطي قواعد لي أنه أنا بحافظ على المستندات الخاصة بي هنيجي البعد كده اللي هو إيه إعداد خطة الاستعداد وموجهة الكوارز أنه أنا بحط خط لموجهة الكوارز عشان لو حصل أي كرسة لازم يكون عندي خطة أن أنا أواجه الكوارز دي طب إيه هي الخطة دي؟ تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة هو إشعار وإعلام الموظفين بالإجراءات الاستعجالية اللازمة لاتخاذ في حالة التواري يبقى أنا لازم هنا أعلم الموظفين بالإجراءات اللازمة لاتخاذها في حالة التواري طب وثاني حاجة لازم أن أنا أحدد قائمة المسؤولين والمناطق الحساسة من خلال الخرائط والمباني والإنشاءات والتجهيزات التقنية أن أنا لازم المسؤولين يكونوا بحدد المسؤولين بيحددوا المناطق الحساسة من خلال يبقى فيه خريطة فيه في الإنشاءات والتجهيزات والتقنية لازم هنا بحدد التجهيزات والأدوات والموارد البشرية اللي هي قائمة الخبر وفرق التدخل في حالة التورام رابع حاجة إن أنا بحدد الأولويات للتفاعل والتدخل لمواجهة الكوارث لازم إيه الأولوية عشان التفاعل والتدخل لمواجهة الكوارث لانقذ الأرشيف المتضرر عشان قدر أن أنا أنقذ أو لموجهة الكوارث طبعا بحط برنامج لتدريب الموظفين على كيفية التفاعل مع الكوارث أن أنا بحط نظام للموظفين إزاي أنهم ما يتعاملوا بالكوارث لو أنتم لاحظتم عندكم في المدارس بيبقى فيه نظام كده أنه هو بيعودك لو حصل أي كرسة أنت بتنزل إزاي أو طريقة نزولك على السلم بيبقى فيه جرس بيدرب فالجرس ده بينبهك أنه فيه كرسة فيه حريق فيه أي حاجة فأنت بتبدأ أنه أنت بتتدرب على إزاي تنزل أو بتنزل على السلم إزاي زي ما بيحصل عندك في المدرسة أو بيحصل في أي منشأة موجودة فيه ملفات لازم يدرب الموظفين على طريقة لموجهة الكوارث إزاي أنه هو يتعامل معها لو حصل أي كرسة إزاي أنه هو يعملها أو يتعامل معها طب النقطة اللي بعد كده اللي هي واجبات موظف الأرشيف طبعاً هنا موظف الأرشيف ليه واجبات إيه هي واجباته؟ يجب على الأرشيف بعد تعيينه أن يكون بأول عمل أرشيفي إعداد كرداً لكل المجموعات الأرشفية المحفوظة في قسم الأرشيف ليتمكن من القيام بهذه المهمة في البداية خلاص اللي هي واجبات الأرشيف لازم أول حاجة أول ما يمسك الأرشيف ده أول حاجة يعمل إيه؟ اللي هو المراجعة والجرد المراجعة والإيه؟ والجرد طيب تانية حاجة ثم يكون بجرد كل المجموعات الأرشيفية حسب تسلسلها يبقى هنا لازم أن أعمل جرد لكل المجموعات على حسب تسلسلها التوبغرافي اللي هي إيه؟ قعب بعد قعب ورف بعد رف وطولة بعد طولة وبيسجل حتى الرفوف الشاغلة إذا وجدك يتمكن مستخدامها فيما بعد يبقى هنا لازم أن هو يبدأ أن هو يسلسل أو يبدأ يسلسل المستندات ويبدأ أن هو يراجع يراجع كل إيه؟ الرف بعد رف أو قعب بعد قعب يعني لازم يراجع القعب كلها وبعدها لازم يراجع الأرفوف كلها ولو في مكان فاضي لازم يسجل عنده أنه عندي مكان فاضي ليه عندي مكان فاضي؟ عشان لو في أي حاجة عاوز يحطها يبقى عارف أنه عنده مكان فاضي يبدأ أن هو يحط فيه ممكن يكون فيه رف فاضي يبقى عارف المكان الرف ده انه هو فاضي ممكن يكون طاولة موجودة فاضية ممكن قاعة مثلا انا عندي حطى المستندات كلها في قاعة وقاعة تانية لسه فاضية ممكن انا ابدأ ان انا احط فيه فلازم ان انت تعمل مراجعة ولازم تشوف ايه الموجود ولازم تقسم المستندات بتاعتك والمراجعة بتاعتك بالترتيب التسلسلي طب بعد كده ان هنا بيتطلب هذا الجرد اتمنى معلومات على مستوى المجموعة الارشفية وليس على مستوى العلم يعني هنا انا لازم اعرف المعلومات الخاصة بالارشف رابع حاجة ان هنا رقم القاعة او رقم الرف او الرفوف او رقم الطاولة او الطاولات حسب حجم المجموعة لازم انا بحط رقم القاعة والرف او الطاولة لازم انا حطها حسب المجموعة هنا وضع الأرشيف منظم غير منظم مبعثر متراكم فوق الأرض على حسب وضع الأرشيف الأرشيف بالنسبة له هو منظم ولا غير منظم هو مبعثر ولا متراكم هو فوق الأرض ولا إيه لازم أنت تعمل وضع للأرشيف هنا أدوات البحث إذا وجدت عادة جدول تحويل الأرشيف من الإدالة الأصلية اللي هي أدوات البحث اللي هي العادة هو جدول تحويل الأرشيف هنا تمانية النقطة اللي بعد كده اللي هي ملاحظة الأرشيف وضع قاعة الأرشيف اللي هو الظروف الأمنية الحرارة، الرتوبة، الحماية ضد الحريق او الفيضان او الحشرات او النظافة العامة لازم انت تبقى ملاحظ الارشيف تلاحظ الارشيف ايه من كل حاجة هل هنا الارشيف ده او المكان المخصص لحفظ المستندات هو نظيف لازم تشوف فيه مكافح للحشرات عشان مثلا لو فيه فيضان او حريق فيه حماية ضد الحريق والفيضان النقطة اللي بعد كده اهمية الارشيف هنا الاولوية من الترتيب وعادة الترتيب هنا طبعا خدنا فيه من بداية الحلقة ازاي ان انت العامل بتاعت لو هو اخر عن سداد الاكسين فازاي ان انت تتعامل معي واتكلمنا بعد كده على ازاي ان الطلب او العامل ده بيبقى محتاج وصيق التأمين فهنا وصيق التأمين قلنا اللي هو يبقى طالب عاوز وصيق التأمين تاني او طلب وصيق التأمين قلنا ان احنا بنفعش ان احنا نعمل وصيق التأمين تانية بس بنطلع صورة تبكي الاصل واتكلمنا عن واجبات الموظف الارشيف طبعا كده احنا اخدنا او خلصنا الجزء بتاعنا هنبدأ ان احنا نراجع مع بعض بتاع الحلقة اللي فاتت اللي هي المسألة الخاصة بيه اللي احنا خدناها اتمره اللي فاتت ان انت ازاي تطلع الكست الصوفي وازاي ان انت تطلع الكست الصوفي او تحل المسألة بالكست الصوفي وزاي ما احنا اتفعنا اللي احنا خدناها فيه الحلقة اللي فاتت بس احنا عاملين مراجعة دي طب لو احنا شفنا مع بعض المسألة ليه وازاي ان احنا نطلع الكست الصوفي ونحل بالكست الصوفي ده و احنا شفنا هو احسب الكست الوحيد الصوفي الذي يدفعه شخص عمره خمسة وعشرين سنة لاحد شركات التأمين او لاحد شركات التأمين على الحياة حتى تدفع له مبلغ اللي هو 200 ألف جنيه اذا صلى على قيد الحياة حتى تمام العمر كام العمر ستين علما بان ده الستين هي 4523 وده الخمسة وعشرين هو 28694 زي ما انتو شايفين كده المثال بتاعنا ان هو عاوز مني ان انا احسب الكست الوحيد الصوفي لازم اول حاجة زي ما احنا قلين او زي ما احنا اخدنا هنا بطلع اللي هو السين او القانون بتاعي اللي هو الكست الصوفي بيساوي ايه او الكست بيساوي ايه لو احنا فاكرين الكست بيساوي مبلغ التأمين زائد دال سين او مبلغ التأمين في دال سين زائد كاف على دال سين لو احنا شفنا اوه عملنا ان هنا بنبدأ نطلع من المسألة ان هو اول حاجة الكست هو طلب منك الكست يبقى هنا هعمل هنا الكست الكست عندي مجهول الكست بالنسباني هو مجهول طب هنا العمر اللي هو السين السين اعطيهلك بكام اللي هو بيقولك هوا شخص عمره 25 سنة يبقى هنا هوا السين 25 طيب مبلغ التأمين هو اعطاك مبلغ التأمين مبلغ التأمين هو اعطاك كام انا اعطاني اللي هو 200 الف طيب هنا 200 الف طيب بعد كده اعطاك المدة اللي هو كاف اعطاهلك كام اعطاهلك ب35 ليه 35 لان هو بيقولك ان هو يفضل على قيد الحياة هيعمل وصيقة يفضل على قيد الحياة لمدة او العمر 60 طب 60 ناقص 25 هادي كام 35 يبقى هنا المدة هي اللي هي كاف 35 طب هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نكتب القانون بتاعي طب هنا القانون بتاعي ايه هو؟ ان هو الكسط بيساوي مبلغ التأمين فيه دال سين زائد كاف على دال سين ده الكسط بتاعي اللي احنا حفظينه طبعا هنا الكسط هو طبعا هو مش اعطهولك فهننزلو زي ما احنا عارفين اهو الكسط بيساوي على مبلغ التأمين كام؟ مبلغ التأمين زي ما احنا هو اهل لنا اللي هو 200 ألف يبقى هنا 200 ألف فيه دال سين طب انا دال سين دي اجيبها منين؟ هنا اهو هكتب اللي دال السين اعطهلك بكام؟ بخمسة وعشرين يبقى دال خمسة وعشرين زائد الكاف اهو الكاف اعطهلك بكام؟ بخمسة وثلاثين اهو خمسة وثلاثين على اللي هو دال السين السين اعطهلك بكام؟ بخمسة وعشرين يبقى دال خمسة وعشرين بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل ان الكسط بيساوي اللي هو 200 ألف في دال 25 زائد 35 يبدل كم يبدل 60 يبهنا الكست بالساوي 200000 في دال اللي هو 25 زائد 35 يبدل إيه دال 60 على دال 25 طبعا هننزل هولكست بالساوي هنا 200000 أنا ماشي خطوة خطوة معيك دال 60 هو عطاه لك فين عطاه لك في المسألة قال لك ان دال 60 بتساوي كام 4523 انت مش هتعمل حاجة اللي بتعوض يبهنا دال 60 4523 طب وده وده الخمسة وعشرين اعطاه لك في المسألة كام اللي هو 28694 أنا كده مش أنا كده بعوض أنا مش بحسبها أنا كده بعوض يبه هنا الكست بالساوي هدرب 200000 فيه اللي هو 4523 على 28694 هتديك كام هتديك اللي هو 31000 525 و 75 منه هنا ده القست بتاعه يبه هنا القست الخطوات اللي احنا مشينها مع بعض زي ما احنا شفنا بنكتب التعويض ونبدأ ان احنا نعود عليه بدأنا ان احنا نعود عليه نعود لان هو قالك انا محتاج القست فانا روح تكتبت القست بالساوي اعطيك ان هو المبلغ هو بيقولك ان المبلغ كام 200000 في جنيه فهنا كتبت المتين فيه ده السين ده السين اللي هو العمر السين ده العمر عمره كام هو كان عمره 25 سنة وهو هيعمل الوثيقة اللي هي المدة انه تصل لحد 60 يبقى هنا هطرح 60 ناس 25 عشان نديني المدة بتاعت يعني المدة مدة التامين هتبقى 35 اللي هي كيف وابدأ احوض فيه المسألة عشان اقدر ان انا اطلع الكست الصوفي الكست الايه الصوفي طب ناخد مع بعض مثال تاني اللي هو بيقولك احسب مبلغ التامين الذي تدفعه الشركة التامين لشخص يبلغ من العمر 40 سنة عندما يبلغ من العمر 60 سنة اذا علمت ان الكست هو كام هو 15748 40 وستة من عشر جنيه 61 من مية جنيه عيبا بانا ده الستين بتساوي 4523 وده الاربعين 14360 اول حاجة هنكتب اهو ان الكست اعطاه لك بكم ب 15000 15748 40 و61 ده الكست طيب بعد الكست هنديديني اللي هو السين اللي هو العمر طب هو عمره كام قالك ان العمر بتاعه اللي هو 40 يبا هنا سين 40 مبلغ التأمين طبعا هو مبلغ التأمين مش اعطهولك يبا هنا مبلغ التأمين مجهود طب المدة اللي هي كيف اعطهولك بكم هو بيقولك هنا ان يفصل هو عمر 40 سنة وان عاوز يعمل وصيكة التأمين حتى يصل عمر 60 يبا 60 ناقص 40 يبا هنا المدة كام 20 اللي هي كيف يبا هنا طلعت هنا الكست هو عطهولك اللي هو 15748 61 اعطيك ان العمر 40 اعطيك الكيف اللي هي المدة 20 عاوز منك ان انت تجيب مبلغ التأمين طب انا مبلغ التأمين ده هعمله ازاي هكتب القانون بتاعي والشتور زي ما انتم عارفين او زي ما انتم بتقولوا ان هنا مبلغ او الكست بتساوي القانون بتاعي بتساوي اللي هو مبلغ التأمين في دالسين زي الكاف على دالسين هنا الكست بلغ وانا مبلغ التأمين عطيه لك بكم مبلغ التأمين عطيه لك بكم طبعا مبلغ التأمين هو مجهولة فالمفروض ان انا اكتب هنا مبلغ التأمين طب وهنا الكست المفروضة اكتبت ايه الكست هو الكست بتاعي كام اللي هو 15,748 61 بالساوي مبلغ التأمين في عوضة اللي هو دلسين انا الدل السين بكام باربعين زائد الكاف بكام عشرين على دلسين اللي هي دل اربعين طبعا هنا بالقانون بتاعي او هنا هجمة اللي دل اربعين زائد عشرين يبقى هنا دل ستين على دل اربعين يبقى هنا هكتب انه هو 15,000 15,748 وواحد وستين بتساوي مبلغ التأمين في دل ستين على دل اربعين هبدأ انزله الرقم التاني اللي هو الكست 15,748 واحد وستين بتساوي مبلغ التأمين هيفضل نزل برضك زي ما هو فيه هو ندل ستين اعطاهلك بكم في المسألة هو اعطاك 4523 4523 على دل اربعين اعطاهلك ب14,360 طبعاً انا اعز هنا مبلغ التأمين اعز مبلغ التأمين انا اطلع برا بس قبل ما اطلع برا مبلغ التأمين ده انا اعز اطلعه برا هنا علشان اجيب هنا الرقم ده عشان اضرب هم في بعض يبقى هنا بالنسبالي اهو يبقى مبلغ التأمين بالساوي اللي هو هتدخل بالرقم ده اللي هو 15700 748 و61 فيه هتعمل هتدرب هتاسم ده على ده اللي هو 4523 على 14000 14360 علشان يطلع لك الرقم هو هتطلع رقم كبير قوي هحاول اكتبه لكم اللي هو 76 48 44 12 79 41 3 هو رقم كبير جدا هتطلع على الآلة فاكتبوا كله يعني المتاسم ده على ده هتديك الرقم ده هتدرب ده ده عشان يديك مبلغ التأمين هنا مبلغ التأمين بالساوي هتدرب ده هتدرب ده هتديك اللي هو 4960 37 من مي يبقى هنا زي ما انتم شايفين انا عوضت في المسألة زي ما انتم اهو ببدأ حتى اللي هو ده الستين وده الاربعين هو بيبعطها لك في المسألة جاهزة انت مش هتحسبها من الجدول انت هو جايبها لك على طول بتبدأ ان انت تحل في المسألة وزي ما انتم شايفين انه ممكن يجبلك الكست عاوز منك الكست وممكن يقولك ان هو عاوز منك مبلغ التأمين على حسب ما هو عاوز ايه انت بتبدأ ان انت بتقرأ المسألة كويس جدا وتبدأ تطلع منه المصطلحات او تبدأ تطلع منه النقطة اللي انتハتشتغل عليها اللي هو الكست اهم حاجة البنود اللي انت بتشتغل عليها طب انا البنود بتاعت ايه 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 vå أنا عاوز السين اللي هو العم عاوز الكاف اللي هو المدة التأمين عاوز اللي هو مبلغ التأمين والكست ممكن يجيب لك الكست ويبقى عاوز منك مبلغ التأمين ممكن يبقى جايب لك مبلغ التأمين وعاوز منك الكست على حسب هو جايب لك إيه؟ أنت بتشتغل معي بعد كده بتكتب القانون بتاعه اللي هو الكست بيساوي إيه؟ الكست بيساوي مبلغ التأمين في دلسين زاء الكاف على دلسين وأبدأ أن أنا بعد كده أبدأ أحوض على المسألة بالأرقام اللي هو عطال عشان أقدر أن أنا أطلع لإيه القسط الصافي عشان أقدر أن أنا أطلع لكست لإيه الصافي طيب بعد كده طبعاً كده بنراجع مع بعض لأن نخلي بالكم أن أنتم بيجيلكم إيه أنا عارفة أن أنتم بتتكيمه يأما دليل تساؤل بالاختبار يأما منتج والمنتج في الجزء ده اللي هو إصال إصال إزاي أن أنت تعمل إصال للعميل هو العميل بيبقى أعطيك مبلغ التأمين أو هو بيدفع أقسالك للتأمين فالقسط ده لازم هو بيدفع لك القسط لازم ياخد مقابل ليه إصال طب الإصال ده بيبقى شكله إيه أو أن أنا بعمله إزاي بنبدأ أن إحنا نتضرب عليه مع بعض طب لو هنشوف مع بعض مثال ليه الإصال وزي أن أنت تكتب إصال هنا سدد المؤمن عليه حازم محمد محمود عبد الحميد مبلغ 5000 جنيه بالفيزا كارت مقابل قسط التأمين على الحياة الصادر بالوصيق رقم 2523 وذلك بمقر الشركة بالقاهرة وتسلم إصال بذلك رقم 49 من المحصل إسلام أو أسامة إبراهيم توفي إسماعيل بتاريخ 1-21-22 وعنوان المؤمن عليه 15 شارع طلعت حرب الكاهرة وكان السدد خاص بشهر ديسمبه 2021 يبقى أنت لازم تعرف هنا أنا عندي المؤمن عليه هو مين؟ اسمه إيه؟ اسمه حازم محمد محمود عبد الحميد هنا مبلغ وكام 5000 جنيه بالفيزا كارت مقابل قسط التأمين على الحياة يبقى أنا هسدد بإيه؟ بفيزا مقابل قسط التأمين على الحياة الصادر بالوصيقة الإيصال هيبقى برقم كام هنا أو الوصيقة رقم كام 2523 بمقار الشركة الكاهرة وهنا الإيصال بتسليم إيصال رقم الإيصال رقم كام 49 من المحصل من المحصل؟ من اللي بياخد منه الكسط اسمه إصامة إبراهيم توفي إسماعيل بتاريخ كام 1-1-20-22 وعنوان المؤمن عليه العنوان بتاعه كان اللي هو 15 شارع طلعت حرب اللي هو المؤمن اللي هو 15 شارع طلعت حرب الكاهرة واللي هنا استداد بشهر ديسمبر 2021 طب لو احنا شفنا الشكل الإيصال أول حاجة هنا إيصال قسط تأمين على الحياة اسمه اللي هو اسم مين؟ اسم حاسم محمد محمود عبد الحميد لازم أكتبه الاسم الرباعي طب العنوان هو عنوانه كام اللي هو 15 شارع طلعت حرب الكاهرة زي ما هو عطيني هو عطيني الاسم وعنوانه طب هو قال لي طريق السداد قال لي فيه زكرت طب وتاريخ الاستحقاق في فرع هنا التاريخ 1-1-20-22 طب فرع المحصل اللي هو الكاهرة رقم الإصال هو كان عطيني أن رقم الإصال 4-9 طب رقم الوثيقة رقم الوثيقة اللي هو 2523 وهنا أعطيك أن الكسط كان 5000 طبعا مش أعطيك ولا دمغة كارد ولا فوايك كارد هنسيبها فاضية هنا الجملة هتبقى 5000 هنا طبعا بيقوم هنا بكتب تاريخ التحصيل اللي هو 1-1-20-22 من المحصل اسمه إيه هو أعطيك في المسألة أو في الإصال اللي هو اسمه أسامة إبراهيم توفي إسماعيل هنا ده شكل الإصال زي ما انتوا شايفين مع بعض اللي هو ده شكل الإصال وطبعا زي ما احنا اتفقنا أن الإصال ده انتوا بتعملوه وده اسمه منتج بتبدأ أن انت تعمله وبتكتب إصال إزاي بتكتبه وبتسلمه للمدرس معك طبعا هنا للأسف حلقتنا نتهت أتمنىكم التوفيق وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته